السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي كناة محب طائر كوكتيل اهلا ومرحبا بكم النهاردة ان شاء الله اصارت مع حضراتكم ايه هي المأكلات ان احنا بنقدمها للكوكتيل اثناء التحضين يعني لو عندك الكوكتيل ربنا سبحانه وتعالى بلكلك في اللي عندك والبيض بدأ ان هو خلاص يفقس انت بتعمل ايه من قبل البيض ما يفقس قبل البيض ما يفقس بخمسة ايام مفروض ان انت بتحط في المية في لجيل ليه؟ علشان خاطر بتطهر الحويصلة بتاعتهم علشان خاطر لما تيجي تردع الزغالين ما يكونش عندها ايه عفونة في الحويصلة دي اول حاجة بتعملها لازم انك لو ما عمدتش كده تلاقي الزغالون بعد ما يطلع من البيت بيوم او يومين بيموت دي مهمة جدا جدا طيب بعد كده بتعمل ايه؟ بتبدأ ان انت تقدم المأكلات اللي فيها تعويض عن اللي بيفقدوا من جسمهم يعني دايما بتقدم لهم البيض البيض دو بيكون عندهم يوم 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 او يوم لا اتقدمهم البيض المسلوق فيه ناس بتقول ان انا بجي قدم البيض المهروسة هرسه كويس جدا وحط عليه بقصمات ما بيقلوش لكن لما بقدم البيض وبهرسه كويس جدا وبقدمه للعصفير من غير بقصمات بيقلوه اللي هم بيحبوه اعمله لو هم بيقلوه من غير بقصمات انا عندي كده بيقلوا البيض مهروس كويس جدا من غير بقصمات لو قدرهم بقصمات حطيت عليه بقصمات ما بيقربوش منه على حاسة ما بتعود عصفورك يبقى البيض مهم جدا ليهم في الفترة ديت ومهم للزغليل الحاجة التانية كمان المهمة قوي انك بتقدم لهم القمح المنقوع بتنقع القمح ما عندك من بالليل هتقوم الصبح هتلاقيه اتنقع ونفش وبقتاري بتبدأ تقدمه لهم هو ده الغذاء الممتاز جدا جدا للزغليل ما بيستغنوش عنه ابدا الأمهات أثناء تحضين الزغليل كذلك لو عندك كوس دورا تمام ناية بتقدمها لهم حطة بطاطا حطة كوسة ورقتين جرجير لازم ان انت تراعي الأمهات كويس جدا أثناء تحضين الزغليل بالأكل اللي يعود جسمهم عن اللي بيفقدوه وفي نفس الوقت هيكون مغزي للزغليل بس أهم حاجة هنا بقى كمان ان القفص ما يكونش خالي أبدا من الحبوب يعني الطاجن اللي فيه الحبوب دوت المأكلات الأساسية بتاعتهم اللي هي البلقم والجنيبة تكون البلقم والفلارس تكون موجودة على طول في القفص ده بجانب طبعا المأكلات اللي انت محفزة اللي انت بتقدمها ليهم مهم جدا كمان انك ما تقدمش محفزات للدكر في الفترة ديت يعني ما تقدمش جرجل كتير ما تحطش في المياه زنجبيل يعني ما تحفز الدكر انه هو يبقى عايز يتزوج مع الأنثة علشان خاطر ما يجروش العيش تمام كمان المهم جدا جدا في الفترة ديت وجود السبية والحبار دا من يكون في القفص علشان خاطر الكالسيوم يكون مهم جدا ليهم علشان خاطر كبير من اللحوش من الزغليل مهم جدا كمان انك تحطرهم فيتامينات في المياه أنا بحطي خمس نقط من فيتاماونت في المسأة دي مهم جدا ليهم في الفترة ديت اللي هم ولي الزغليل بتعود جسمهم عن اللي هم بيفيدو الخضروات مهمة قوي ليهم بس زي مقطة حضراتكم متقطرش من الجرجير ممكن تقدمهم البرسيم ويكون البرسيم دا هو البيت في الفترة دي بتكون ممتاز جدا ليهم وللزغليل ايضا مهم جدا جدا انك تراعي ان يكون العصافير هنا في البياضة تكون نضيفة الزغليل تكون بياضة نضيفة تفتح دايما عن يوم بياضة يوم ويوم تتأكد ان الزغليل بحالة كويسة وان الحوايصات تعتهم مليانة اكل وان مفيش حد فيهم جعان او هي مهملة واحد فيهم لان دايما بيكون اصغر واحد فيهم بتكون هي مهملاء يعني مهملاء ازاي انه هو كبير هو اللي بيقبل على الاكل من الام والصغير خالص هو اللي بيزلم فتخلي بالك من الحتة ديت تمام ان لقيت الموضوع ده بيتكرر تعمل ايه بتاخد الزغليل اللي واكلة كلها تفصلهم وتسيب الزغلول اللي هو الحوايصات بتاعته فاضية لوحده في العش هتخش هي مش هتلاقي اللي هو واق بس هتأكله دي انا جربته اكتر من مرة يعني مثل انت لو عندك اربعة والاربعة كلهم واكلين وفيهم واحد بس مش واكل خالص والحوايصات بتاعته فاضية تحس انه هيموت لا بتعمل ايه خد اللي واكلين افصلهم برا ساعة او ساعتين تمام وهي هتخش هتلاقي زغلولوا واحد لوحده هتبدأ ان هي تأكلوا بشكركم بتمني يكون الفيديو عجب حضراتكم بتمني من حضراتكم يشاركوا في القناة تفعيل زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته